السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحياتي لك يا جماعة تحياتي لكل متابعينا وكل الناس الجميلة اللي منورانا على كنواتنا على يوتيوب تحياتي لكل متابعينا في كل مكان في العالم احلى مساء عليك يا جماعة طبعا النهاردة هنتكلم عن حلقة مهمة جدا وهي كان في حد سألنا على كناتنا على يوتيوب يا كابتن ابو نور انا خلاص قررت ان انا نعمل مشروع السمك ده وعايز نعرف ايه التكلفة اللي انت كلفتي بيها حودة سمك ده بص يا سيدي التكلفة ممكن تختلف عن بعضها طبعا الكلام ده لكل واحد بيتابعنا على كناتنا طبعا احنا دلوقتي بنغير المية تمام المية بتتغير دلوقتي هوات والسمك بدأ يبان في الارض احنا بننزل بالمية الحد تحت السمك الحمد لله بدأ يكبر ويكون احسن من الاول بكتير تمام اه طبعا المية انا في ناس هتقول لي المية وسخة انا شايف ان المية وسخة يجمعنا بنغيرها يعني ركزوا معي في كلمة بنغير دي عشان في ناس تقول انت سابقا معي كده او حد حمام سباحة يعني في الصيف هنرجعه ونخسره تاني ويبقى حمام سباحة. تمام? ده بالنسبة للحد. لو انت هتعمل الموضوع ده في مغزن او بضروم او حاجة زي كده فانت ممكن تعمل حد مباني وممكن تعمل الحاجة اللي احنا قلنا عليها قبل كده ان احنا بنجيب كاوتش الروس فوق بعضه ونعمل بدايرة. تمام? وبنجيب مشمع مخصص لعدم تسريب المياه وبنفرده جوه وبنحط المياه في النص. تمام? ده سواء على سطح او في شقة او في دور الارضي. بس نصيحة اوعى يكون بيت قديم وتعمل الحوار ده على السطح. بازن الله هتلاقي السمك منزلك في الدور الارضي. تمام? فلان طبعا الميا حمل يا جماعة. الميا خزانات الميا دي بتكون حمل. تعال بقى نشوف التكلفة منين? وبدأنا ازاي والكلام ده كله. احنا قلنا ان ده حد كان حمام سباحة. قلنا هنحول حد سمك بسيبنا كده من تكلفة الحد لان ده اساسا كان حمام سباحة. يعني ما ما تكلفته كنا عاملين على اساس حمام سباحة. تمام? لو ما عنديش ده كنت هنخفر في الارض ونعمل لو انا عايز نعمل بس مش عادي ما ما عنديش خلاص ما ما فيش مشكلة. تعال بقى نقول ايه الحاجة اللي احنا بنستخدمها? طبعا انا كنت كده كده اول ما عملت الحد ده كنت جاب غاطس. الغاطس اللي احنا شايفينه في المياه اللي شغال هناك ده. تمام? الغاطس ده عامل الفين وخمسمائة جنيه. ادي واحد. تمام? الغاطس ده شغلته او وظيفته لرفع المياه من تحته يتلاحها برة. سواء نستعملها في راي الزرح سواء نستعملها ان احنا نشتغل بيها نشرب بها خل نشرب بها كلام من ده. بس طبعا كنا بنشرب الخيل في المياه اللي كانت قابلي دي. لا يصلح شرب الخيل والحيوانات من من المياه دي. تمام? ادي حاجة. دي نستعملها للزرح. بسم الله ما شاء الله انا شوفت السمكة كبيرة. تمام? اه دي نستعملها للزرح. تمام? الغاطس عرفناه. المطور الصغير اللي اخدر اللي هناك ده. تمام? ده عبارة عن مطور رفع مياه واستعملته كفلتر. اللي هو الاخدر اللي في الجنب ده. المطور ده عامل متين جنيه. يعني برضو مش غالي يعني حاجة بسيطة. تمام? تعال بقى المطور اللي احنا اشتريناه اخر مرة اللي هو هناك ده عامل الفين جنيه. اهو. ده عامل الفين جنيه. اللي هو هوا. تمام? شغلة المطور ده ان هو بيدخ هوا في المية. اكسوجين نسبة اكسوجين للسمك. تمام? شوية الخراطيم الصغيرة اللي انت شايفها ديت. والسكريات الصغيرة دي. نقوله مية وخمسين جنيه. مش حاجة. يبا تعالي نحسب بقى الفين. الفين وخمسمية الغاطس. يبا كده اربعة تلاف ونص. وآآ مطور. مطور بميتين وخمسين او وشوية حاجات بمية وخمسين. يعني اقول خمس تلاف جنيه. خمس تلاف جنيه هي الحاجة اللي مشغالة الموضوع ده. ومش محتاج ان انا نزود حاجة تانية خلاص. تمام? خمس تلاف جنيه على مساحة تكعبية او تربعية. اللي هي مساحة تلاتة في اتنين متر وعشرة. او تلاتة متر في اتنين متر وعشرة. عمك ايه? عمك متر وتلاتين سنتي. ادي المساحة اللي احنا بنتكلم عليه. هنا السمت بدأ يوضح اوله لان الغطس بيسحب المية بينزلها. تمام? انا بنزل دلوقتي المية جماعة لمساحة طبعا قبل الاخر خالص يعني ما بنخليش السمك انها تلمس الارض. تمام? وبنبدأ ان انا نعلي مية تاني. السمك بدأ يوضح قدامي والكويتش اللي احنا حطينه في الارضية والبلاصي القديم والحاجات دي كلها. تمام? بدأت كل حاجة توضح على حيات. اهو. طبعا في الحالة دي بنقفل الهوى وبنسحب المية بنصفية. تمام? وآآآ بنبدأ نسحب المية وبعد كده بنبدأ ان انا نزود مية تانية وبنزود المية على مراحل وزي ما قلنا عشرات. عشرات اللي هي عشرة سنتي كل خمس ساعات. كل خمس ساعات او كل اربع ساعات بنزود عشرة سنتي مية بمساحة الحط كله. طبعا العشرة سنتي دول ما بيعملوش صدمة او ازمة او آآ مشكلة في حالة السمك او في الحالة الصحية بتاعته او كتنفس اللي عنده والكلام ده كله. مع تشغيل اللوكسوجين ده بيفيد السمك في وقت زيادة المية. فطبعا ما بيحصلش الحمد لله اي حاجة. ودلوقتي بقى ان فترة ماشينا عن نظام ده. ما حصلش عندنا اي خسائر. الحاجة الوحيدة اللي زعلتني من الف سمكة والمتين حنش الصغيرين. الحاجة الوحيدة اللي زعلتني بس ان في سمكتين صغيرين ماتهم. فطبعا آآ كان رعاوض عليهم يعني السمكتين دول ما تتخيلوش كانوا غالين عندي قدي. يعني كانوا بسم الله ما شاء الله كنت بنعزهم جدا السمكتين دول. بس لما ماتهم فدي حاجة يعني زعلتني شوية. وبعدها ابتدت ان انا ننسى بقى يعني نفسيتي تتغير الحمد لله. كانوا سمكتين اقدي كانوا قدي كده. بصوا لصباح هيجي قدام القمر اوه. كانوا قدي كده. كانوا اصغر من كده. اصغر من كده. كانوا قدي كده. كانوا حتى صغلونة خالص. السمكتين دول ماتوا. بصراحة انصدمت ليلة السمك ده. ليلة السمكتين دول ما ماتوا. يعني بالعربي كده جماحنا بنهزر وبنتحك بالعربي كده. مفيش اي خسائر في الموضوع ده والحمد لله لحد اللوقت السمك مية في المية مفيش اي مشكلة. تمام? والحمد لله الحالة الصحية بتاعته واضحة قدامنا شايفين السمك بيلعب وبتنطط اوه. وبيعدي من عكاوتش وبيقول له يا رب الماء ما تنزل اكتر من كده. بس انا هنعاند معاه وننزل الماء. ادي التكلفة اللي احنا قلنا عليها. خمس تلاف جنيه. الهوى والحاجات دي. تمام? هنا بقى بدأت لما ما بتنزل شوية هنبدأ نشوف الحنشان الصغيرة وهي بتجري. اه فكرة تربية الحنشان انا مش حربها تاني. مش حرب حنشان تاني خلاص. هي حيب بعد كده سمك بلتي. يعني البلتي احسن بس. لكن فكرة تربية الحنشان مش حربها تاني لان تقيلة في الرباية. اه غير كده وكده حساسة جدا. اه لازم مية معينة لازم حاجات معينة. بس طبعا هو الحمد لله اللي عندنا موجودين مع العلم ان الدفعة الاولى ماتت. بسبب مية الترعة. تمام? النزام اللي احنا مشين عليه اللي احنا جايبينهم تاني مرة موجودين. تمام? او الحاجة للحنشان اللي عوضنا بيهم البشمان السحمد والناس المحترمين اللي معاه طبعا موجودين زي ما هم. بس الحمد لله اه خدت قرار ان انا مش حرب بالحنشان دي تاني. هنزود اكبر قدر من السمك في الحود اللي هو السمك البنتي. يقعد بقى مزان نقف بعضه. كل واحد ياخده اخوه على رجليه. الكلام ده كله. فحنزود بعد كده اكبر قدر. عشان نقعد بقى بعد كده نطلع سمك ونقعد ناكل ونشوي. ونروأ على نفسنا ونروش على نفسنا. اه زي ما شفنا يا جماعة. لما المية بدأت تنزل. انا شامل مريحة الزفرة. تمام? اه بدأت الزفرة تظهر بقى. اه لو حاسين ان في مادة دهنية على الوش المية كده خفيفة. المادة الدهنية دي على فكرة مش مفهاش اي حاجة دي دي مكان احنا ما بنمسح الغاطس لان انا انا متعود ان لما منطلع الغاطس من المية بنسيبه ينشف خالص وبعد كده بنجيب حيطة قماشة فوتة زفرة يعني. فوتة زفرة كده زي ايه? في ناس هتفهم يعني فوتة زفرة واللي مش عارف يعني فوتة زفرة. طبع براح حيطة قماشة متعصى دهون يعني زيت تمام السباح. زي ما احنا شايفين السمك بدأ يكتره قدامنا هو الكاميرا تجيبه. تمام? وبدأ يكبر تمام? يعني ما كانش حجمه كده في الاول كان حجمه صغنون خالص. كان عبارة عن ابرة صغنونة. تمام? فالحمد لله بدأ يكبر اهو. واحنا كده الحمد لله لحد النهاردة من يوم ما ربنا السمك مفيش اي خسار حصلت غير الغلطة الوحيدة اللي هي تغيير المية بتاعة الحود من مية الترعة اللي هي لا تصلح للاستعمال الايه? السمكة. انت بتضحك على ايه? انت بتضحك على ايه? الله كنت انت موجدت على استعمال. اه اضحك اضحك. والنبي صورها بحافيزة. صورت. صورتي? احلى مساء عليك اهيما. احلى مساء عليك يا جماعة. حدا عايز حياة من السمكة قبل ما انهي الحالة? من السمكة. جراميت. طيب يا جماعة بعد قرار ابراهيم بإذن الله بتربية الجراميت. بس ابراهيم بيحب حيات الطويلة. احلى مساء عليكم. تحياتي لكم جميعا. ودي كانت تكلفة التكلفة اللي انا صرفتها هنا. وفي نقطة بقى. في نقطة بقى حاببا يعني اه اوضحها في الاخر. عمري في حياتي من يوم ما اشتغلت. في التربية سواء تربية سمك تربية عصفير تربية فراخ تربية كلاب تربية قطط. اي تربية. لان اللي بيحب يا ربي ما بتفرقش معه يا ربي. المهم بيربي. المهم بيربي. تمام? عمري ما حاولت ان انا نحسب لها ولا نحسب تكلفة لان اللي بيحب ما بيدورش. احلى مساء عليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.